السيادة الغدائية السيادة الغدائية هي قدرة على ضبط الاختيارات قدرة لكي تضبط تكون أنت هو ربر قرارك ثاني تضيع الاختيارات أولا بالهاجس تلبي الحاجيات للطلب الداخلي للسكان للساكنة في احترام مصالح للشعوب الوحيد هذا المبدأ ضبقناه في مجال السياسة الفلاحية ما يعطيه؟ إعادة الاعتبار للاختيارات أولا في المجال الانتاج في الوضعين المجال الانتاج خصنا العيد وترتيب الأولويات إلى بأنه الحاجة من المجال من المغاربة تكرس من المنتجات معينة أو القامح أو السكار أو الزيوت أو لا أو لا خص الترتيب للأولويات تكون على هذا الأساس ليس على أساس ما سنصدره أو ما نلتزم به في إطار اتفاقية التبادل إلى آخرين هذا أيضاً شك يعني؟ كيعني بأنه أنا كنقول بأنه إعادة النظر في اختيارات الإنتاج أخداً بعلاً اعتبار عاملين هذا بنسمي أولاً السيادة الأمن الغدائي بالفهم اللي قلت الشامل كان الأمن الغدائي أي أنك مثل اليوم عندك ولو أنا اللي قلت لك بأنه ما نكذبوش على هذاك وما أنه ما نديروش دماء وجيها راكين مواد اللي ما يمكنش نوصلوه لمية في مية فخش الواحد يطمح لتحسين النسبة ديال الاكتفاء الذاتي كين مواد منتوجات اللي يمكن يصل الى مية كين منتوجات اللي غاية يصل الى ستين سبعين أخيراً المهم هو الطموح يكون هو هذا إذن إلا كانوا إذن هاد المواد هي القمح هي الشعير هي الدرة هي السكر بين القوسين بكل صراحة كان أعتبر أنه كان المغاربة يقلوا استهلاك ديلهم ديل السكر ولكن هذا النقاش آخر خاص إلا كانوا هاد المواد هي اللي كات عملياً كتجوب على الطلب الداخلي عملياً كتلبي الحاجيات إذن هي اللي خاصة تكون هادها الأولوية لقطة الأولى إذن الأمن ثانياً المواد الموارث الطبيعية بعيارين بعيارين للاختيار ديل المنتوج منتوج خرصوا أولاً نقول في إطار الاحترام والإختارات ديل واحد النظرة ديل الأمن والسيادة الغدائية الأمن والسيادة وبالتاني السيادة الغدائية ها واحدا ثانياً يحترم لإكرهات ديل المواد الطبيعية ما يمكنش ما يمكنش ولو أنه واحد المنتوج معين اللي كيدخل في إطار الأمن الغدائي ولكن ما يمكنكش تديره في واحد المنطقة اللي ما يمكنش من ناحية الموارد الموارد ما كتلقمش مع هذا المنتوج هذا إذن في نفس الوقت تحافظ على الأمن وتحافظ على الموارد الطبيعية و واحد منذرها اللي هي موت جديدة في الحقيقة لألية دي لراكينا كتعرفوا بأنه هادي على الأقل دب هادي واحد العشر سنين تنجز على صعيد الوزارة كل الحق كان حتى كان المعهد البحث السراعي وكان المعهد الحسن الثاني الزراعي لأخر خدموا في ما سمية ب تنجز على الأقل المعهد الحسن الثاني لأخر اللي جعلت أنه في آخر المطف توصل الخبراء الباحثين حطوا الخريطة دي للمريض هي قبلتهم وتقولوا بأنه هذا المنطقة هذي أخدا بعيد الاعتبار التربة أخدا بعيد الاعتبار المناخ تطلب إلى أخير إلى أخيره ها هما المنتوجات اللي يمكن نكدير في هذا المنطقة هذي بنجاعة وبصفة زعماء مربحة هنا في هذه المنطقة هذي أخدا بعيد الاعتبار إلى أخير هاشو يمكن نكدير إلى أخير إذن هذا واحد الوتي هذا واحد الآلية دي القرار ستنوتي دو دي سيزون اللي تمين جدا وكتعرف بأنه وراه هو في الحقيقة دو من الأشياء اللي كان قصلا نديره في السنوات الأولى دي الاستخلال ومع الأسف ما كان وانو راح تل بداية الألفين عاد الناس فاخو قالوا اه ما عندناش لكاتبوكاسيون بلكون من بتال حاسية تعالى اه ما يمكنش نديرو الزرع هنا وما يمكنش نديرو هذا هنا إلى أخيره عاد ايه ولكن شنوه ما يمكنش ندير هنا ولكن شنوه عاد باش بدات بهذا المشروع وانا قلت لك هذا مشروع دم سنوات ولكن مهم هو أنه إذا ما على الأقل عشر سنة راكين ولكن ماذا نقلب هذا عشر سنة هو كين في تيروار إذا أنا تقول هذا هديش سيكون شانس أنه اليوم إلا كانت كان أخدك مسلح بهذا النظرة الشمولية أنه سكتعيد الاختيارات في المجال دي الانتاج الفلاحي بهذا احترام هاد المعايير الأمن والموارد الطبيعية ولكن بنش تبلور هاتش على أرض الواقع عندك واحد الآلية اللي هي الخريطة دي المؤهلات دي المناطق ودي المؤهلات إذا شنو كيبقى؟ كيبقى الإرادة السياسية وهي اللي مع الأسف مشكلة